قبل ما اروح لأخبارنا عايز اطمن السادة المشاهدين عن الصفقات طبعا احنا عرفنا من يومين او اعلن من يومين كابتخاذ العوضي عن التعاقد الكبير للجهاز الفني الجديد او رئيس الجهاز الفني الجديد طبعا مستر ستيفن مادسن المدير الفني الجديد لكرة اليد الاملاق املاق التدريب في كرة اليد في العالم واعلن عنه من يومين وبقر ان شاء الله هيكون المؤتمر الصحفي لتقديم مديرنا الفني الجديد ولتعاقدنا معاه لمدة موسمين انا عايز اقول ان السيفي طبعا دي لقاطات من توقيع العقد وعايز اقول لكم السيفي بسرعة لهذا المدير الفني الكبير ان هو كان بمرة فريقة اسمها البورج الدنماركي وفاز من باربع مرات في الدوري من اخر ست سنوات في الدنمارك الدوري الدنماركي هو الدوري الاقوى او من احد الدوريات القوية ممكن لقم واحد او اثنين على مستوى العالي هو فاز بالدوري اربع مرات من اخر ست سنوات وكان وصيف دور الأبطال مرتين في آخر ست سنوات للفترة اللي تولى فيها مسؤولية هذا الفريق آخرهم النسخة اللي فاتت هو وصيف بطولة أوروبا البطولة الأقوى في العالم وصفها كان هذا المدير الفني نهاردة النادي الأهلي بيعلى بالمستوى التدريب والمدير الفنيين مستر ديفيد ديفيس جيون ده أقوى مدرب جي مصر وأقوى مدير فني جي مصر لا النادي الأهلي عندما يعني تم رحيل مستر ديفيد ديفيس بالتراضي وهو اللي طالب الحقيقة أنه يخد تجربة أخرى في أوروبا كان بديله أقوى وأقوى فنيا ويعني اسم كبير والحقيقة بقى الملفت للنظر بس خلينا أقول لكم أنه هو بكرة المؤتمر الصحفي بكرة المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني إن شاء الله وأكيد هكون كاميرا الأبطال أو كاميرا القناة اللي الأهلي هيكون موجودة وزملاء الأعزاء أي برنامج طبعا من زملاء الأعزاء هيكونوا يعني هيعرضوا لحضراتكم المؤتمر وتفاصيله على شاشة قناة النادي الأهلي حشان تعرفوا تقديم المدير الفني بالشكل الذي يقلق بيه ونفس الكلام ده اتعامل مع ميستر ديفيد ديفيس لو تفتكروا من سنة ونص أو سنة ايه طيب عنده ايه المدير الفني أول ما ييجي عنده الحقيقة المنتخب بعد ما يرجع من اللومبياد هيجمع الفرقة عندنا أول اختبار أو أول إعداد هو بطولة البوسنا والهارسك اللي هي في النسخة التالتة اللي احنا بشارك فيها بالمناسبة احنا وصيف البوسنا والهارسك السنة الفاتت لو تفتكروا وكنا نقلنا لحضراتكم البطولة على شاشة قناة النادي الأهلي وكان في الفاينال معنا برشلونة لو تفتكروا وعملنا مباراة جيدة جدا شوط أول حقيقة ما كانش قد كده ولكن شوط التاني عملنا مباراة جيدة هيكون معنا إن شاء الله أول اختبار أو أول إعداد ليه هيكون بطولة البوسنا والهارسك هتبقى إمتى في آخر شهر تماني بعد ما يرجع من البوسنا والهارسك عندنا إن شاء الله بطولة العالم أو السوبر جلوبال بطولة العالم لكرة اليد اللي هتقام بالمناسبة ومفكركم هتقام على أرض مصر في العاصمة الإدارية الجديدة لمدة ثلاث سنوات السنة دي وقت سنتين قادمتين وده الاتفاق اللي تم مع الاتحاد المصري طبعا لكرة اليد والاتحاد الدولي برئاسة كابتن حسن مصطفى لو حضركم تفتكروا بطولة العالم الثلاث سنوات الماضية كت في المملكة العربية السعودية وكتبتقام في مدينة الدمام فاكرين النادي الأهل يشارك في بطولتين منها الحقيقة النادي الأهل هيشارك في بطولة العالم القادمة اللي هتكون هنا دي هتبقى في شهر تسعى يعني بعد بطولة البوسنا هارسك هنرجع على طول إن شاء الله على بطولة العالم ونخش بعد كده علم مع بقى طوال الموسم من دوري مرتبط أو التمهيدي لبعد كده دوري المحترفين المصري للسوبر الأفريقي لأبطال الدول الأفريقي كل البطء أبطال الكؤوس نخش بقى على الموسم اللي احنا حفظناها والمنافسات اللي احنا حفظناها بشكل كبير هو واخد فرقة الحقيقة المدير الفني واخد فرقة طبعا مستر استيفان مادسن واخد فرقة وقف على رجليها بطل الدوري والكأس وبطل السوبر الأفريقي واخد بطل أبطال أفريقيا فهواخد باربع بطلات فرقة وقف على رجليها واخدها خلفا للمدير الفني الكبير القدير مستر ديفيد ديفيد فالحقيقة الحمد لله كرة اليد بشكل كبير بتعيش أفضل عصرها على الإطلاق خلينا طمن السادة المشاهدين طب احنا اطمننا وكنت بتكلم الحلقة اللي فاتت احنا اتأخرنا في الإعلان اللي عايزة قوله لكم ان ميست او كابتن خالد العودي كان في الدنمارك اسبوع عشان يتعاقد مع المدير الفني والاتفاق معه على كل التفاصيل يعني نادي الاهل النهاردة كان كابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي اسبوع في الدنمارك واحنا كنا عارفين كده ولكن ما علناش عن ده اتحاد المصري او تم ارسال اتحاد المصري واعلن نادي الاهل احنا اعلن ولكن وقت ما طلعنا بالحلقة كان كابتن خالد العودي موجود في الدنمارك ورجع اول امبارك فالعايز اقول لكم حكم الجهد المبزول من نشاط الرياضي بدعم من مجلس الادارة جهد كبير جدا عشان يحققوا طموحات وامال جماهيره طب يا كابتن هايسة مطمننا على السلة ما تطمنوا بشكل كبير الحمد لله الدنيا ماشية كويس ما تقلقوش التأخير في الاعلان عن الصفقات او التأخير في الاعلان عن الجهاز الفني الجديد مسترجوست مكمل مش مكمل المدير الجهاز الفني الخلف ليه كل الكلام ده ما تقلقوش فيه شغل شغال على مدار الساعة عشان ظبط الفرع وظبط الصفقات وظبط الاداء اهم حاجة كانت بالنسبة لي الفترة دي ان لعيبة تريح اللعيبة تشبعت بالمجهود وتشبعت بالمشاركات لازم يهاب امين عمر جي كل اللعيبة لازم تريح وتبعد تماما عن المستديرة البرتقالية اللي هي كرة السلة يبعده تماما عنها عايز اوف سيزون شهرين براحته يبعد خالص اللعيبة تبعد انا كنت اعسى عن الناس الحقيقة ان يهاب امين مضطرا مش بمزاجه انه هو ريح ما راحش تصفيات كأس العالم انا كنت اتمنى مشاركته عشان منتخب مصر ولكن الظروف اضطرت ان هو يريح الحقيقة كان هو محتاج الراحة اكتر من ان هو يشارك يعني مشاركته مع منتخب مصر مكاديش هتفيده فالحقيقة مش هتفيد منتخب مصر وهو في حالته دي اللي عايز اقوله تطمنه على كورة السلة اللي بقول لكم طبعا احنا عارفين حاجات وعارفين امور كثيرة ولكن مش هنعلن عنها ولكن تطمنه انه طبعا كابتخاد العودة مدير النشاط الرياضي والمجلس الادارة في دعم كبير لزبط الاداء في كل الفروع ما تقلقوش وهيتم الاعلان عنها باتباعا في النادي الاهلي وبكرة المؤتمر الصحفي ان شاء الله لتقديم مستر استيفان مادسون المدير الفني لكورة اليد